السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير رأيكم في الطبق الجامد ده ده فطير في الخلاط فطير بالعسل والاشطا مفيش بعد كده سهل جدا وسريع وطعمه حلو قوي مكوناتكم موجودة في البيت ان شاء الله هنحتاج كوباية دقيق كوباية دقيق سميد وكوباية دقيق ابيض عادي وبيضة واحدة وفانيليا ومعلقة كبيرة خميرة ومعلقة صغيرة بيكين بودر وفانيليا وهنحتاج كوبايتين مية هي دي كل المكونات اللي هنحتاجها دي السميد هيكون دي عادي اللي هو السايب مش اللي بيكون عليه مكونات البسبوسة دي السميد العادي دي البسبوسة اللي هو السايب ده ما بيكونش عليه اي حاجة هناخد معلقة الخميرة بتاعتنا دي وهنحط عليها معلقتين من المية كوبايتين المية اللي قدامنا دول هنستخدمهم في الوصفة هناخد منهم معلقتين تلاتة كده مية عشان ندوب الخميرة بتاعتنا وهنستخدم في المكونات بتاعتنا الخلاط مفيش أسهل من كده هنحط كبايتين المياه الأول وبعدين هنحط كبايت دقيق سميد وبعدين كبايت دقيق أبيض ومعلقة صغيرة من البيكين بودر وهنحط البيضة يعني كل المكونات في الخلاط وكمان الفانيليا معلقة صغيرة فانيليا وهنحط كمان معلقة الخميرة اللي دوبناها في معلقتين 3 مياه من الكبايتين كده كل المكونات بتاعتنا بقت في الخلاط تمام هنحط كمان رشة من الملح رشة بسيطة جدا من الملح وهنكمل ضربه في الخلاط لغاية ما نتأكد ان كل المكونات تجمست مع بعضها الوصفة دي حلوة قوي سريعة سهلة تقدر تقومت كده تعمليها لولادك بالليل جعنين عايزين يأكلوا حاجة حلوة طعمها حلوة قوي هنا هنفضل خليط بتاعنا في طبق ونغطيه ونسيبه لما يخمر ده قوامه لما يخمر شايفين عامل ازاي لهو تقيل قوي ولا خفيف قوي وفي طاصة على النار هنحط معلقة صغيرة من الزبدة زي ما انتو شايفين كده مجرد بس ايه ان الطاصة كده تبقى فيها زبدة من كل النواحي وهنبتدي نضيف من الخليط بتاعنا كده بالكبشة شايفين قوامه عامل ازاي هو هيكون ادخن من الكريب شوية تمام هنقلبها امتى بقى احنا هنقلب طبعا الفطير عشان تستيقوا من الناحية التانية شايفين عايز اجيب لكم المراحل اللي هتستوي فيها هنفضل سايبينها كده على نار وطية متوسطة ميلة انها تكون وطية اكتر يعني لغاية ما من فوق كل اللون الابيض ده يبتدي يروح زي ما انتو شايفين وبعدين ابتدي يقلبها على الوش التاني شايفين كده بقى التمام اطلعها بقى كده واحط زبدة وقلبها على الوش التاني شايفين اللون الدهب الجميل ده هو اتعلو النار عشان ما تتحرقش بسرعة ونبتدي نحطها في طبق كده اللي هنقدم فيه وهنعمل الفطيرة التانية برضو شايفين معلقة صغيرة خالص من الزبدة وبعدين نحط بالكبشة المقدار بتاع الكوبايت الديء السميد والكوبايت الديء الابيض يعمله 3 فطاير 3 فطاير بالحجم اللي انتو شايفينه ده انا بوليكم المراحل بتاعتها ازاي وبعدين اشيلها قبل ما احطها اقوم حط زبدة تاني ويقلبها على طول على الزبدة عشان هي اللي بتدينا اللون الدهب الجميل ده وصفة سهلة جدا وبسيطة دي اخر واحدة معانا اخر فطيرة عملنا اتنين ودي اخر واحدة يعني منها تنفع للعشا ومنها تنفع حاجة حلوة كده ايه وهم قاعدين احنا داخلين على الشتا وفي الشتا الواحد بيحتاج ياكل حاجات كده بالليل والحاجات دي بتديله طاقة لما بتكون فيها عسل وقشتا بتديهم طاقة وبتدفيهم هنا بقى خلصنا خلاص الفطير بتاعنا ما فيه السكر هنجيب بقى عسل ابيض او شرباط انا كان عندي شرباط شرباط بتاع الزلابية اللي بنعمله ده العادي في البيت اللي هو سكر ومية ولمون وهبتدي احط بين كل طبقة وطبقة كده شرباط او عسل ابيض لو عندك عسل ابيض هيبقى طعمها خرافة يعني بس انا كان عندي شرباط فقلت اعمل بيه والفطيرة دي كنت سايبها لوحدها كنت هنا ويحط عليها كراميل بس قلت لأ خلاص احطهم على بعض ويبقى كلهم بالعسل والاشتا علشان ما يبقاش بقى فيه فطيرة مختلفة عن فطيرة وما كده التلاتة مع بعض وحطتهم فوق بعض واكمل احط كمان شوية من الشرباط عايز طعمها خرافة طعمها كده دي ايه السميد مديها طعم تحس ان وانت بتاكل القطمة كده عقلك يعدي فكر بقى دي طعمها ايه بالزبط تشبه حاجات كتير بنعملها في الحلويات بس هو خليط جميل قوي ودي طبعا اشطة اشطة بتاعت وش اللبن عادي انا بشيلها في الفريزر وبطلحها لما احتاج اعمل وصفات بيها زي ما انتوا شايفين كده يعني منزلتش اشتريت اي حاجة كلها حاجات موجودة في البيت وسريعة وسهلة وما خدتش مننا وقت خالص والنتيجة بتاعتها خطيرة اتمنى تجربوها ويربي تعجبكم وصفات سهلة وسريعة بحاول اعملها لكم عشان تعجبكم لو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته